على فكرة الزوجة ممكن تتوقف العصبية بتاع الزوجة لما تقوله أنا شايفة أن في حاجات أنت عاوزني أساعدك فيها وأنا مستعداً أساعدك فيها بكل حب وما فيش حد فينا إلا وعايز يتطور ويتحسن فعاوزك تقولي أنا ممكن أعمل إيه عشان أساعدك وأخليك ما تنفعلش الانفعال ده فهم من غير ما يشعر هيقولها أنت اللي عايزة حاجة تتغير فيك ده أنا اللي بنفعل شوفوا إيه اللي حصل يبقى الزوج في غالب الأحيين محتاج لما هو يتعصب الطبطبة الحنية طيب والزوجة لما بتتعصب بتحتاج إيه أنا دايماً بقولهم كده في الجلسات الإرشاد الزواجي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب دايماً وكان يستخدم التلامس برسائل عجيب للسيدة عائشة لدرجة أن السيدة عائشة تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً كان يبعت لها رسائل القرب منها لغاية ما السيدة عائشة تقول ما انتقل الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو بين سدري ونحري فكان دايماً لازم نعرف أن من أهم الأوقات اللي ممكن يستخدم فيها الاحتضان اللي بيدل على الاحتواء هو العصبية احنا مش محتاجين نرد على كل فكرة بتتقال لكن محتاجين أن احنا نحسس أن احنا قريبين من بعض لأن انا قلت لكم عصبية السيدة أوقات كتيرة بتبقى عصبيتها أن هي بتنادي على البعيد عنها بتفوق اللي مش فاهمها بتتعصب لأن هي حاسة أن هي محتاجة أن هو يحميها من أول حد وهو يحميها من نفسه وعشان كده دي انفعال دلوقتي عند الستات بقى كتير عشان هي حاسة أن هي بتقوم بأدوار كتيرة وما حدش بيجبر بخاطرة ولا حد بيمتنلها ولا حتى حد بيشوفها ساعات بتقول كده لأن حاسة أن مش حد شايفه وساعة أنه انفعال محتاجين أن احنا نعمل حاجة اسمها شوية خطوات كده أول حاجة التبريد الزواجي فاكرين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا لما نغضب نروح نتوضى ليه؟ عشان نبرد المشاكل الزوجية احنا محتاجين نبرد المشاكل الزوجية يعني ايه؟ لما يحصل الانفعال احنا محتاجين نبرد هذا الانفعال زي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ خيروما الذي يبدأ بالسلام يعني خيروما الذي يبدأ بالتبريد يعني ايه التبريد؟ انا شايف ان احنا منفعلين دلوقتي ويرأيك نكمل الحوار مرة تانية بعد ساعة وتأجلوا الحوار وتأجلوا الحوار لمعاد توفوه انتو الاتنين نكون خرجنا عن الحالة اللي احنا فيها دي الراجل على فكرة ليه مفتاح ومفتاحه مهم جدا ان احنا نعرفه لو الستة قالت له الراجل بيبقى محتاج مدة كده عشان يكسر حدة الانفعال لو قالت له ايه رأيك؟ ان احنا نأجل الكلام ده وكل واحد فينا يشرب المشروب اللي بيحبه وبعدين نرجع نكمل كلامنا مرة تانية حد هيقولي هو في ساعة الانفعال ممكن نعمل كده احنا بنتكلم عشان نبقى عندنا واعي بنتكلم لو كنا حاسين ان البيوت دي دي اهمية عندنا بنتكلم عشان احنا حاسين ان احنا نقف قدام ربنا وطبعا فيه ادوات كتيرة بتعملها ست عشان تخري الراجل يخرج من الانفعال ان هي تعمله مشروب يحبه او ان هي تندهله باسم هو بيحبه او باسم الدلع او ان هي تغير تنصتها وتقوله حاجة تدحكه الحاجات دي قريبة بس احنا بنستخدمش ده واحنا بالفعل نستخدم شريط اسم وشروط التفولة الطبيعية وفي الجانب الاخر الراجل برضو محتاج ان هو يقول لها ايه يقول لها انا عارف ان انت بتتعبي وانت فوق دماغي من فوق وانت لو انك انت بس تعرفي انا قدي ايه بحبك وقدي ايه ما انا ممتن ليك وقدي ايه انا حاسس بان ان دي قدي ايه بتتعبي في البيت ده وقدي البيت ده من غيرك ما يسواش اي حاجة كل الانفعالها يقف في الغالب ان الاتنين بينفعلوا لانه حاسين انهم متداس عليهم بينفعلوا لانه حاسين انهم الاتنين مضغوطين بينفعلوا لانه محتاجين حد يطبطب عليهم وحد يحتويهم لو حصل ده اوقات كتيرة بانهم مش احتاجين ان احنا ننفعل صحيح بتبقى فيه مشكلات حقيقية المشكلات الحقيقية لازم نتكلم فيها ومنسبيهاش تتراكم يبقى اول خطمة من نسبة للزوج وزوجته انه هما الاتنين يبردوا هذا الانفعال وما لقيتش حاجة تبرد هذا الانفعال افضل من الكلمة الحلوة ترجمة نانسي قنقر